قبسة وحصرتها في سبع طرق وهي تقبل الزيادة ولكن هذا مجمل ما يمكن أن يكون طرقا لتثبيت القرآن الكريم وأعني بتثبيت القرآن تثبيت حفظه أول ذلك عرضه على نفسك حينما تحفظ صفحة أو سورة أو جزء أو حزبا فاعرضه على نفسك وستكون هناك أخطاء ولكن هذا المنهج طبقه في حفظ القرآن وفي غيره أحيانا يقرأ الإنسان الكتاب يظن أنه قد فهم ما قرأ ولكن أغلق الكتاب ثم انظر بعد ذلك هل ذهنك احتوى أو حوى تلك المعلومات التي قرأها هل احتوى نصفها ثلثها ربعها فقد تتوهم أحيانا أنك فهمت وأنت في الحقيقة لم تفهم الحفظ شأن آخر يتبين لك بالضبط ما الذي حفظت وما الذي لم هذه واحدة الثانية أن تعرضه على غيرك فهذا أضبط وأدق الثالثة أن تصلي به وحدك فالصلاة من أفضل الوسائل التي تثبت الحفظ لأنك في الغالب لا تتجرى على أن تصلي ولو كنت وحدك وتقرأ القرآن إلا بشيء تحفظه جيدا وإن كان المثل يقول الذئب خاليا أسد ويقول وأبو الطيب وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة لكنني لا أنصحك أن تتقحم هذا الأمر إلا وأنت واثق من حفظك ثم الصلاة به إماما إذا صليت به إماما أولا لن تصلي إماما إلا أنت تعلم أنك متقن هذه الصلاة إن حصل فيها خطأ فلن تنساه بعد ذلك من الوسائل أيضا التي تثبت حفظ القرآن استماعك لتلاوته وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا العصر بأصوات كثيرة ومن علينا بتثيلها وتثبيتها وهناك أناس من أصحاب الأصوات الحسنة قد ماتوا وانتقلوا إلى دار الحق ولكن أصواتهم لا تزال مسموعة ثم أيضا من الوسائل كتابته ولذلك في بعض دول المغرب يكتبون القرآن يحفظونه عن طريق الكتابة والمحو يتعلم الإنسان الكتابة يتعلم الحروف ويتعلم الرسم ويتعلم الآي وعد الآي ويحفظ القرآن أيضا ويثبته بهذه الطريقة ثم بعد ذلك مدارسة متشابهة تعرف هذه الآية جاءت مثلا فمن أظلم في مواضع وهناك مواضع ومن أظلم أولم يسيروا أفلم يسيروا تحفظ هذا تحفظه ولا تنساه هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة